بص بص كريم انت انا ليه معلم لك على الاتنين دول لعيبها الاتنين لعيبها دول تحديدا الاتنين لعيبها دول واحد واقف انا انا يعني لحد الوقتي بحاول اجمع وانا ببص على صورة المرة العشرة من المطش ما يخلص حمدي واقف بيفكر في ايه يعني الوقف اللي هو واقفة دي هي واقفة دفاعية متحافز للعيب داخل عليها هو بيعمل ايه يعني لحد الوقتي انا بحاول افكر حمدي واقف على ركبه ونازل كلا عشان يعمل ايه انا بحاول افهم لحد دلوقتي ما فيش بقيت اللعبة وقفة بتعمل ايه؟ اللعبة لبص للقرة هل انت لما تبص لها هي قرة تقفع لوحدها ولا انت لازم تروح تقفل زواجة تمرير ولا انت لازم روح تضغط فيش ايه حاجة كمل اللي بعده اللي بعده بصها بصها كريم نفس كربون الهدف اللي دخل في النادي الاهلي النهاردة الهدف الرابعة كريم مش بس احنا جبنا قلنا نقطة المساحة هي نفس المشكلة اللي كانت موجودة في ريال مدريد وموجودة في ماتش الزمالك اللي الاهلي كذبه وماتش ريال مدريد فرق مستوى طب دي مباراة فرقه تعال انبص مش نفس الدايرة دي اختها هي هي اللي كنا جايبينها في الحالة في ماتش سانداونز وجايبينها في الحالة في ماتش الزمالك وجايبينها في الحالة في ماتش ريال مدريد مع اختلاف المنافس لما يكون اختلاف المنافسة كريم وعندك نفس العيوب والكرة دي بالنسبة سجلت هدف الكرة دي بدايتها كانت هنا في نفس الاسبيس دي كربون كربون الهدف الرابع النهاردة ضغط سلبي هنا في الفلاطة دي هاني ماسك ديانج نفس المشاكل نفس الرقابة السلبية نروح على الفريم اللي بعده الفريم اللي بعده برضو ضغط سلبي جدا الراجل دخل لعبة قفة بتتفرج نفس اللعبة بنفس الغلطات مع تغيير العناصر حتى لو عصر ديارة تكمل وتم تسجيلها هدف